والآن لنعرض حرف الغ ضمن أشكاله في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة كما نشاهد يأتي متصل ومنفصل متصل أول وسط آخر ومنفصل في آخر الكلمة لنتابع أحبتي الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الغين على السطور بالطريقة الصحيحة لنشاهد سويا من الأعلى إلى الأسفل ومن ثم نضع النقطة في الأعلى أحسنتم والآن في بداية الكلمة كما هو الحال في كلمة غزال من الأعلى إلى الأسفل وخط مستقيم ونقطة في الأعلى كما هو الحال في كلمة غزال أحسنتم لنكمل والآن في وسط الكلمة نمد يد مساعدة تتصل بالحرف السابق ونكتبه كما هو في بداية الكلمة ويمكن إغلاقه يغوص أحسنتم يغوص وها هنا في آخر الكلمة متصل بالكلمة نمد يد مساعدة وكما هو الحال في كتابته ونضع النقطة في الأعلى كما هو بكلمة صمغ أحسنتم ومنفصل في نهاية الكلمة لا يتصل بأحد ولا يحتاج إلى يد مساعدة كما هو بكلمة دماغ دماغ أحسنتم أحسنتم وهنا أحبتي نشاهد فوق حرف الإغ فتحة غا غو غي بالحركات إغو آ غا ضمن حروف المد آ أو إي غا غو غي أحسنتم والآن لنرى حرف الغين ضمن الكلمات لنستمع إلى صديقنا سبونج بوب ليعرفنا سويا إلى بعض الكلمات التي تحتوي على حرف الغين غاب غنم غاب غنم أحسنتم نردد ضمن حروف المد وضمن الحركات غاب غنم أحسنتم مرغوب غبار أحسنتم لنكمل ومع حرف الياء من ضمن حروف المد كلمات صغير ومع حركة الكسرة غناء أحسنتم صغير غناء ومع حركة السكون الأخ الكسول الذي لا يغير شيء لدى الحرف تغريد مغسول تغريد مغسول لا يشكل حرف الغين هنا أبدا لنتعرف سويا إلى حرف الغ ضمن الكلمات التالية غ في أول الكلمة غ غراب أحسنتم في وسط الكلمة كما هو الحال مغلق نغم نغم في الكلمة الثالثة صمغ في الكلمة الرابعة د دماغ أحسنتم لنقرأ سويا الكلمات التالية غا رن غا رن سافر غازي سافر غازي غرفة على صغيرة غرفة على صغيرة أشكركم لحسن استماعكم والآن الوظيفة المطلوبة منكم أحبتي كتابة كما كنا نلعب سابقا اسم حرف حيوان جماد بلاد ضمن حرف الغين